اشتركوا في القناة قائد سلاح الجو الأسبق في المملكة الأردنية الهشمية وقد نقل سعادة وزير الخارجية إلى أفراد أسرة الفقيد وعاشيرته تعازية ومواساة جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بوفاة الفريق الركن الطيار المتقاعد إحسان حميد شردم مشيدا بعطائه الوطني المخلص في خدمة وطنه وأمته سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويستخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء وقد أعرب أفراد أسرة المرحوم إحسان حميد شردم عن شكرهم وامتنانهم لتفضل جلالة الملك المعظم بتكليف سعادة وزير الخارجية بنقل تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لأسرة الفقيد وعاشيرته دعين الله العلي القدير يحفظ جلالته وينعم عليه بموفور الصحة والعافية وطول العمر وينعم على مملكة البحرين وشعبها بدوام الأمن والتقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر